اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او حابب تستفسر عنها ياريت تترك تعليق وهارد عليك في اسرع وقت ممكن وهترك لكم صفحاتنا على الفيسبوك اسفل الفيديو في صندوق الوصف للتواصل من خلالها فكرة المشروع يعد مشروع تربية الفرافس لانتاج البيض من المشاريع المربحة والمنتشرة في جميع محافظات مصر ويعتمد ازا المشروع على تربية سلالات محددة من الدجاج تتميز بخدراتها العالية على انتاج البيض مثل الدجاج البيض الامريكي والدجاج اللوهمن براون والدجاج هاي سيكس براون والمشروع مبني على شراء ميت فرخة عمر 120 يوم وتربياتها حتى تبشر بالبيض بعد شهره تقريبا ويجب اغز بعض العامل في الاعتبار مثل نوعية التربية على الارض او في البطاريات وتوفير الرعاية اللازمة للدجاج والتحصنات اللازمة لكن النهاردة هنتكلم عن التربية الارضية للدجاج وليس التربية في البطاريات مزايا المشروع بيمتاز مشروع تربية الدجاج البيض بالقدرة على تحقيق ارباح كبيرة وذلك بفضل نسبة الانتاج العالية من البيض التي تصل من 90% الى 95% يوميا وما بيتطلبش المشروع استثمارات كبيرة في المعدات الخاصة بالتربية كمان مناسب كمشروع اضافي لزيد الدخل الاسرة استهلاك بيض الدجاج بشكل واسع ومستمر في السوق المحلي وبالتالي يكون الطلب سابت ومضمون إدارة سهلة يعتبر تربية الدجاج البيض من المشاريع السهلة في الإدارة والتشغيل حيث لها يتطلب معرفة متخصصة او خبرة عالية في مجال التربية سلالات الدجاج البيض بتنقسم سلالات البيض في مصر الى نوعية سلالات انتاج بيض اشرة بيضة وده شفر ابيض وروس وهي سيكس وغيرها وفيه سلالات لانتاج بيض اشرة حمرة او بني وده اللهمان والإيزا براون والشفر براون وغيرها مواصفات الدجاج البيض عند الشراء عند الشراء من الأفضل انتقاء الدجاج البيض وفقا للمواصفات التالية تحديد نوعية البيض ابيض والاحمر لاختيار السلالة بناء عليه يجب الحصول على الدجاج من مواصف المواصف وزيسومعة جيدة لضمان جودة الدجاج وتحقيق النجاح في مشروعك وفضل شراء دجاج بيض بعمر من 100 يوم إلى 120 يوم حتى نبعد عن رعاية الكاتاكيت ومشاكلها وتحصنتها والتغذية التأكد من ان الدجاج خالي من الأمراض والعيوب الصحية المنحوظة وقوم بفحص الدجاج والتأكد من النشاط وحيويته وفضل شراء الدجاج الذي تم تغذيته بطريقة صحيحة وزيسومة تجودة عالية للعلف ويكون الوزن والحجم مناسب لعمر الدجاج متطلبات المشروع المساحة المطلوبة للتربية تحتاج المية فرخة لمساحة حوالي 20 متر مربع ومعدل 5 فرخات لكل متر مربع ممكن غرفة أو بدروم أو شقة دور أرضي أو عنبر زغير مخصص للدجاج ويكون التأوية بها بالمكان لا يقل عن 15% الكعربة والمية يلزم توفير مصدر كعربة لتشغيل الضاءة والمروحة وآلات التدفئة ومياه نظيفة للشرب المعدات المطلوبة أعشاش لوضع البيض سواء جراكم بلاستيك زي اللي هنشوفها في الفيديو أو علب خشب اتنين سقاية أوتوماتيك أو أربعة عادية حجم كبير عدد أربعة علافة أو أكالة عشر أو تمانية لتر إضاءة نظام تأوية للصيف ألات تدفئة للشد العمالة لا تحتاج تربية المية فرخة إلا إلى عامل واحد للمساعدة في رعاية الدجاج وتنظيف الحظيرة وتجميع البيض ويكون صاحب المشروع طبعا الترخيص ما بيلزمش الأصول على ترخيص من الجهات المختصة للبدء في المشروع تغذية الدجاج تغذية الفراخ بتعتبر أمرا حاسما لنجاح المشروع وصحة الفراخ ويجب توفير علف زوجودة عالية بيحتوى على جميع العناطس الغذائية اللازمة لما هو صحة الدجاج يمكن استخدام العلف المصنع تجاريا أو تعذير العلف في المنزل يجب أن يحتوي العلف على نسبة مساعدة من البروتين والدهون على أقل تبقيل نسبة البروتين عن 17% كذلك الكربوهايدرات والفيتامينات والمعادن ويمكن إضافة تغذية زيادة يعني مثل الفيتامينات والمعادن والأملاح إلى العلف لتعزيز صحة وأداء الدجاج يجب توفير المياه النظيفة بشكل مستمر للحفاظ على ترتيب وصحة الجهاز الهضب للدجاج يجب تحديد جدول زمني منتظم لتوزيع وتناول العلف يتطلب الأمر تحديد أوقات محددة لتناول العلف وكميات محددة جنايا عن الاحتياجات اليومية للدجاج الاستهلاك العلف اليوم للدجاج بتستهلك الدجاج البيض بشكل عام من 115 إلى 125 جرام من العلف في اليوم الواحد بيختلف هذا الاستهلاك قليلا حسب سلالة الدجاج حيث يستهلك بعض سلالات كميات قليلة أكتر أو أقل على سبيل المثال بتستهلك سلالات اللوهرن براون والهاي لاين والبراون والهاي سيكس براون من 115 إلى 120 جرام من العلف اليوم احتياجات الميد دجاجة يوميا هنحتاج للميد فرخة حوالي 12 كيلو جرام من العلف اليوم دراسة الجدول المالية عن دورة لمدة سنة كاملة الأصول السابتة هنحتاج شراء القاتي وما بيتحسبش من المصاريف السنوية الاستخدامه عدة دورات أو عدة السنوات هنحتاج مروحة سقف في حدود 1500 جنيه عدد 2 سقاية أوتوماتيك أو 4 سقاية كبيرة في حدود 800 جنيه وعدد 6 أكالة أو علافة كبيرة 8 أو 10 كيلو جرام في حدود 800 جنيه المصرفات بنقدم هنا الدراسة لتكلفة تربية 100 فرخة بياض شراء عمر 120 يوم بأسعار مايو 24 سعر الفرخة عمر 120 يوم من 250 إلى 270 جنيه بمتوسط 260 جنيه للفرخة بيكون الإجمالي للفراخ حوالي 26 ألف جنيه تغذية الدواجن 100 فرخة في 120 جرام يومي في 360 يوم في السنة ده بيعمل أربعة طن و320 كيلو هي الجرام وده سعر العلف بيتراوح من 14 إلى 19 جنيه بمتوسط 17 جنيه للكيلو يكون إجمالي تكلفة العلف السنوية 73 ألف 400 جنيه تكلفة النشارة كفرشة 50 جنيه شهريا يعني حوالي 600 جنيه في السنة الأدوية والفيتامينات والأملح غالبا ما بنحتاجش ليهم أو يعني لكن لو قلنا إن مصاريف الفرخة 20 جنيه في السنة في الميت فرخة حوالي 2000 جنيه في السنة مصاريف الميا والكهرباء 50 جنيه شهريا 600 جنيه كده هتكون التكلفة السنوية 26 ألف الفراخ و73 ألف ربعمية علف 600 جنيه نشارة 2000 جنيه أدوية 600 جنيه ميا دول 102 ألف و600 الإرادات خلال السنة متوسط إنتاج الفراخ اليوم من البيع 90% إنتاج بيكون إنتاج الميت فرخة تقريبا 90 بيضة يوميا في 360 يوم فبيكون الإجمالي 32400 بيضة سعر البورصة النهاردة 4 جنيه ونص للبيضة بيبقى الإجمالي 145800 سعر بيع الفراخ لحم في نهاية الدورة الفراخ بتقطع بيض أو زي ما بيقوله بتقلش فبيبقى إحنا بنستغنى عن الفراخ ككل بنبيحها بالواحدة والواحدة بيكون سعرها النهاردة الفرخة داية بيكون 180 جنيه هيكون إجمالي لبيع الفراخ 17 ألف ومية هيكون الإراضي السنوي من بيع اللحم الفراخ كلحم يعني والبيض هيكون 145 ألف طنمية لبيض وال17 ألف ومية للفراخ فبيكون 162900 هنا بقى بخلاف قيمة الفرشة اللي هي عم بيحها كسابلة طول الدورة الأرباح الدورة في نهاية السنة إجمالي الإراضيات 162900 إجمالي المصاريف 162600 يبقى الأرباح 60300 خلال السنة بمتوسط 5000 جنيه شهري كيفية تسويق البيض يمكن بيع البيض مباشرة للمستهلكين في منطقته من خلال التواصل مع الأهل والأصدقاء وزمال العمل يمكن التواصل مع المطاعم في المنطقة وعرض بيع البيض الطازج ليهم ممكن البيع للصبر ماركت محلات البقالة في المنطقة وعرض البيع بيض أن يكون طازج يوم بيوم التسويق عبر الإنترنت إنك ممكن تعمل صفحة تنشئ موقع أكتروني أو صفحة على الفيس أو كده وتتواصل على جروبات المنطقة وبيع البيض عن طريق النت في الآخر أتمنى أكون شرحت الفكرة بشكل مبسط وإذا أعجبكم الفيديو أرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وتشير الفيديو لأصدقائكم وجروباتكم وأشكركم على حصن امتبعاتكم وتمنى لكم التوفيق والسداد والنجاح ولا تنسونا في دعواتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته